بقول دايماً لأحبابي أسرع طريقة للقضاء هو أن تتأقن أنك في حضرة اللقاء يبقى أنت إيه اللي حاصل؟ أنت في حضرة مولاك لذلك إحنا مش بنفرح بشيء ولا بنحزن على شيء إنما بنفرح بالله سبحانه وتعالى إحنا بنفرح بالله بالملك الموجود سبحانه وتعالى وتعالوا نسمع قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هو خير مما يجمعون أنا أعمل إيه في الليلة؟ خليك مع الله وحاول دايماً إن قلبك يلمس أنوار العرش خليك مع الله وخليك دايماً في حالة وصل وسع مشهدك أخرج من ضيق الأشياء أخرج من ضيق الهم أخرج من ضيق التفكير في بكرة يكون إزاي وخليك مع الله سبحانه وتعالى هذه الليلة هي ليلة فتوح ليلة وسع لذلك يجب أن أنت ما تكونش من أهل الضمان إزاي من أهل الضمان؟ من تأهلي أن أنا أكون من أهل الوسع لأ ما إحنا لازم نكون عندنا هذا الاتزال لكي نرى الحقيقة لأن في بعض الأحيان لما أنا كلمتك عن الوسع وكلمتك عن أن تشوف الحياة من عند الله بعض الناس يتصوروا أن أنا بكلمك عن الخيال لأ أنا بكلمك على اليقين والحق في التعاون مع الحق إزاي يعني؟ أنت كمان مش لازم تكون من أهل الضمان فيعني إيه ما تكونش من أهل الضمان؟ ما تفتكرش أن أنت ليك حق على الله وأن أنت ضامن عطيته لا أو أنت عطيته مضمونة بحسن معاملته هو اللي هيديك من فضله مش أنت عندك حق عند ربنا فيفضل قلبك متعلق بالله النتيجة تكون إيه؟ أن قلبك في الليلة دي يفضل متعلق بالله بتطلب منه العطق من النيران نعم نار البعدة أو النار بتطلب منه أنه هو يعتقق منها نار النفس الأمر بالسوء بتطلب أن أنه يعتقق منها عشان ما تبقاش حجابك عن الله فيتكرم عليك الكريم بالميلاد الجديد بعد رمضان ميلاد يجعل قلبك معلق بيه وحده سبحانه وتعالى فأنت لازم تفهم ده بشكل صحيح يبقى أنت تكون في حال التوازن ده إيه اللي حاصل؟ حبك ويقينك من وسع الله وأن الله سبحانه وتعالى دايماً بيربيك على أن أنت متعيش بالنهايات لكن تعيش بالبدايات مع الله على طول ده يخلي الدنيا وسع عندك لكن في نفس الوقت ده وصلك إلى أنك أنت ما تكونش لك حق على الله لكن متعلق بكرمه سبحانه وتعالى فتتعلق بكرمه وتطلب منه أنه يعتقق من النار هذا هو التوازن في التعامل مع هذه الليلة العجيبة دول الجناحين اللي عن طير بيهم لله هو ماذا؟ هو اليقين من وسعه وماذا؟ واليقين بأنك ليس لك إلا هو الدنيا واسعة لأنها اللي خلقها الواسعة ولكن هذا الوسع لا تدركه إلا به وهو سبحانه وتعالى فتتعلق به هذا الوسع محتاج إن إحنا سلام الوسع ده طب ده يعمل سلام يعمل سلام جدا لأن أنت ساعتها بتتعامل مع حقيقة ما بتتعاملش معاها إحنا نحتاجين نخوض سلام الوسع ده طب نعمل إيه؟ أنت أول حاجة ممكن تعملها كل ما نفسك تسألك عن الرصيد اللي أنت داخل بيه الليلة دي وتقولك إيه اللي حاصل؟ أنت معاك إيه؟ أنت معاكش حاجة هتروح الليلة دي بإيه؟ في ناس كتير دخل الليلة بختمات ودخل الليلة بأشياء كثيرة جدا وإنت معاكش حاجة لما نفسك تقولك كده ترنم بهذا الكلام اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا بيقولوه والله لو لا الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا ادخل كده على الليلة وإنت بتقول كده والله لو لا الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا أو فأنزلا إيه؟ سكينة سلام سلام الوسع أنت اللي أعطتنا وأنت اللي ربتنا على الوسع فادخله في الليلة دي وقول كده قول الكلام ده عشر مرات وإنت بدأ في بداية الليلة فادخل بقى وإنت عارف إن الله يفتح عليك مولاك سبحانه وتعالى تاني حاجة في الليلة دي حاول بقدر الإمكان إن أنت تعمل عمل يكون فيه سر بينك وبين الله سر بينك وبين الله يعني إيه؟ تعمل عهد بينك وبين الله إن أنت هتكون متأقن بوسعه فما فيش حاجة تمنعك أبداً من أنك تسير إليه وإنت متأقن أنه يوسع عليك حتى لو أزيت نفسك حتى لو ضريت نفسك وعد مولاك سبحانه وتعالى إن أنت تأتي إليه من قريب وتبتدي بداية وتسارع في هذه البداية وسارع إلى مغفرة من ربكم فتسارع تعاهد ربنا أن أنت تسارع ويكون عندك بداية مهما كان منك من السوء أو من الخطأ تالت حاجة كمان أن أنت لازم تخليك مع الله سبحانه وتعالى عندك في هذه الليلة باب يتفتح ما يتقفلش باب من حسن الخلق تيتفتح وتعتبره دوة الباب اللي عيوسع عليك اللي عيخرجك من ضيق نفسك إلى ساعة مولاك هو ده الباب اللي عيوسع عليك ويدخلك مع مولاك سبحانه وتعالى رابع حاجة خلي عندك دعاء في هذه الليلة تدعو به وانت واقف بالندار ربك لتتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى ويا سلام لو أنك أنت دعيت بالدعاء ده وقلت يا سلام إني أسألك في ليلة من ليالي حبك أن تجمع كلي عليك فلا تجعل نفسا من أنفاسي إلا وغمسته في شهد وصلك ولا نبضة في قلبي إلا وعلقتها بجميل نظرك ولا قطرة من دمي ولا قطرة من دم في عروقي إلا ومزكتها بأنوار ودك وقربك فلا أصبح إلا وكل ناظر إليك وفي حضرة الجمال والوصال بين يديك نقول الدعاء مرة تاني ونخلينا بناجي ربنا سبحانه وتعالى وإحنا متعلقين برحمته يا سلام إني أسألك في ليلة من ليالي حبك أن تجمع كلي عليك فلا تجعل نفسا من أنفاسي إلا وغمسته في شهد وصلك ولا نبضة في قلبي إلا وعلقتها بجميل نظرك ولا قطرة دم في عروقي إلا ومزكتها بأنوار ودك وقربك فلا أصبح إلا وكل ناظر إليك وفي حضرة الجمال والوصلي بين يديك يا كريم يا رب العالمين الليلة دي ليلة ما تفوتكمش إلا وإنتوا بتحكونا عن تجربة سلام الوسع سلام الوسع ده يليق بليلة خير من العمر كله يا رب العالمين اجعلنا من أهل الوسع واجعلنا من أهل سلام الوسع في ليلة الوسع يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين